تستضيف مملكة البحرين اليوم النسخة التاسعة عشر من منتدى الأمن الأقليمي حوار المنامة الذي بات واحدا من أهم الفعاليات السياسية والفكرية السنوية التي نجحت المملكة في تنظيمها وتمكنت عبرها من استقطاب كوكبة من صناع القرار والتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة حوار المنامة وصف بأنه أكبر تجمع أمني عالمي متخصص في المنطقة لمناقشة مستجدات وتحديات الأمن الإقليمي والدولي ويكتسب المنتدى أهمية كبرى لانعقاده هذا العام وسط تحديات أمنية ودفاعية وسياسية واقتصادية انعكست بدورها على طبيعة القضايا المطروحة على جدول الأعمال منذ انطلاقته عام 2004 ومنتدى الأمن الإقليمي الذي يعرف بحوار المنامة ما زال يتصدر المشهد الدبلوماسي والأمني العالمي والذي تم وصفه بأنه منتدى فريدا من نوعه للوزراء وصانعي السياسات وعظام مجتمع الخبراء ومشكلين الأراء والأعمال الذين يجتمعون جميعا على أرض مملكة البحرين وعلى طاولة حوار المنامة لمناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية والدفاعية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتبادل الرؤى والأفكار بين كبار المسؤولين والخبراء الدوليين إزاء التحديات المشتركة هذا المنتدى الذي وصل إلى نسخته التاسعة عشر يشكل في كل عام محط أنظار العالم ويعكس الدور الريادي لمملكة البحرين في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي كما يعتبر هذا الحوار الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسة الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية أنصرا أساسيا في الهيكل الأمني للشرق الأوسط حيث يناقش المنتدى خلال جلساته النقاشية المعمقة على مدى أيام عقادة عنوين مختلفة من أبرزها تحديات الملاحة العالمية والمنافسة الإقليمية وأمن الطاقة والسياسات الجديدة والقدرات الاستراتيجية وغيرها ويأتي المنتدى هذا العام بالتزامن مع العديد من التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة وتستدعي من كبار الاستراتيجيين والمسؤولين في الشرق الأوسط والعالم دراستها والبحث فيها ووضع أنسب سبل التعاون لمواجهتها منتدى حوار المنامة يشكل مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين نهجها الدبلوماسي واعتداله وتوازنه وانفتاحه وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطها الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر